حراك احتجاجي انطلق في 2011 ومستمر إلى الحظ اللحظة الحالية و 2011 لما انطلق في 25 شباط وقبل 25 شباط 2014 شباط وما تلاها هذا كان تمرين حقيقي وصولا إلى الهبة الجماهرية في 2015 تموز 2015 ووصولا إلى هذا الوقت سابقا كانت الناس متعبر عن رأيها القوة السياسية الفاسدة المتمسكة بالسلطة اللي اجت من خلال منظومة الفساد ومن خلال نظام المحاصصة المتهرة كانت تعتم على الناس وتشعر الناس الناس كانوا يشعرون بأن هؤلاء هم فعلا ما يمثلوهم اليوم بعد ما شافوا هذه الخيبات الكثيرة والأزمات تلو الأزمات أصبح واضح لشارع العراق أن هؤلاء الطبقة السياسية بالحقيقة هؤلاء يمثلون إلى مصالحهم الخاصة ويمثلون أحزابهم وفئات بسيطة من المجتمع فقط المحتاشين على هذا الوضع وبالتالي اليوم المواطن بدأ يشعر بحقيقة أنه التعبير عن الرأي والتظاهر والحقوق تأتي من خلال التظاهر ومن خلال المطالبها متأتي الحقوق من خلال الجلوس في البيت وبالتالي بدأت التظاهرات في تموزه 2015 وانطلقت بعدين مناطقية هذا اللي يصير هو انتقالة حقيقية في رأي الشارع العراقي نحو مهاجمة أحزاب الفساد أحزاب السلطة اللي بالتأكيد هي ما خدمة إلا مصالحة المندسين اللي دستهم قوى الفساد والمحاصصة لأحزاب الفاسدة هم اللي قاموا بالحرق والضرب وغيرها والاعتقالات والرمي العشوائي وغيرها مو المواطن السلمي اللي يشيل بس قميصه وبنطرونه وطالع يظاهر بيده وبالعلم ماله هذا ما يسوي شيء هذا يريد حق لا ما يسوي هذا الشيء المندسين اللي دستهم الأحزاب الفاسدة اللي أرادت حرف مسالة التظاهرات هذا اللي جاي يصير بالنتيجة اليوم المواطن عنده حق هذا الحق مكفول ليش ما تنطونا حقنا نعبر على الرأينا